نظم القسم الإداري في هيئة علماء المسلمين ندوة بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس الهيئة بحضور جمع من المشايخ والأكاديميين والباحثين والمهتمين في الشأن العراقي تمر علينا الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق هذه المؤسسة التي كانت وما تزال رائدة في الميدان تقاتل على جبهات عدة سياسية وفكرية وثقافية وحقوقية مستضلة بثوابتها الشرعية وهي تحمل فكرة جمعية بناءة تسعى فيها إلى بناء حياة مثلة تحقق للعراقيين تطلعاتهم في نيل الحرية والانعتاق من مشاريع الاحتلال التي جاعت فأفسدت وتسلطت فأهلكت الحرث والنسل وفي مستهل الندوة أوضح الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في الهيئة ثلاثية البناء المؤسسي والعطاء الفكري والموقف السياسي لهيئة علماء المسلمين في العراق هيئة علماء المسلمين في العراق وثلاثية البناء المؤسسي والعطاء الفكري والموقف السياسي فالهيئة تقوم على هذه الأركان الثلاثة الركن الأول هو البناء المؤسسي والمؤسسة تحتاج إلى أن تبني نفسها أن تضع قواعد للعمل أن تضع خطط للعمل أن تقوي قاعدتها الأساسية أن تبين الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها وتعمل على تحقيقها ثم تشرعها بعد ذلك في بناء المؤسسات التفصيلية التي تحقق لها ما تريد والجانب الثاني هو العطاء الفكري والعطاء الفكري هنا بمفهومه العام يشمل الجوانب العلمية والدعوية والثقافية والفكرية العميقة وما إلى ذلك هذا كله عطاء فكري لأنه هي هيئة علماء والعالم لابد أن يكون له أثر في خدمة مجتمعه في جميع الجوانب أو الجوانب التي يستطيع أن يخدم فيها الركن الثالث هو الموقف السياسي وقد أفرست الموقف السياسي عن العطاء الفكري مع أن الموقف السياسي هو عطاء فكري في عد ذاته ولكن معركتنا في العراق مع الاحتلال التي أستطيع أن أقول بأن الهيئة قادتها منذ البداية وحتى اللحظة هي معركة سياسية يذكر أن منصة التصدي للاحتلال في العراق تقوم على اللاءات الخمس التي عرفت بها الهيئة بعد أن أسس لها الأمين العام الراحل الشيخ حارث الضاري رحمه الله حينما شخص المشكلات فقال لا للاحتلال ولا للعملية السياسية ولا للدستور ولا للطائفية ولا للتقسيم فخطاب الهيئة الإعلامي والثقافي يقوم على مبدأ الوطنية والترفع عن الطائفية والسعي إلى إشاعة الخطاب الجامع لكل أطياف المجتمع العراقي ويتصور بعض الناس بأن ما يجري في العراق هو صراع طائفي مجتمعي وصفته الهيئة بأنه نتاج طائفية سياسية زرع الاحتلال بذورها وراعتها طبقة السياسيين الذين جاء بهم وسلمهم مقاليد الحكم ترجمة نانسي قنقر